باش نحكيه اليوم على برنامج عندي ما نقول لك اللي تعرض كله نرجمه على قناة التاسعة ويقدمه على الشابي البرنامج هذا عنده متابعين برشا من تونس والجزائر والمغرب والليبيا والجالية المغربية بسيفة عامة في الخارج اللي كلهم يتابعوه برشا زادة البرنامج أثر جدل كبير في مختلف المراحل متاعه سواء ملكين على قناة الحوار التونسي ولا على قناة التاسعة من بعد عليش على خطر المواضيع الحاسسة اللي يترقلها مثل كي نحكيه على المشاكل الزوجية والحياة الخاصة للناس والقضايا الاجتماعية الاختيرة وصعاد زادة كيف يحكيه على القضايا المسكوتة عليها في المجتمع وبعد الانتقادات الكبيرة وخوفا من انه البرنامج يخسر جمهوره تم ادخال بعض التعديلات على المواضيع اللي يحكي فيهم البرنامج وهذا ما أكدوا على الشابي في حلقة عنتي ما قول لك اللي تعادت نهار الجمعة 14 فيفري 2020 وينقالي للبرنامج تبدل ما عادش يركز كنا على الظوهر الخائبة والمشاكل والخيانات والحكاية تذيك الكل لكن البرنامج زادة بش يركز اكثر على الحاجات البهية والمواضيع الهيدفة اللي فيهم الرسائل الإيجابية ينجموا ويفيدوا المجتمع وانتو ما قولوا لي شنو أراكم في برنامج عندي ما قول لك قبل وتوق بالتغييرات والتوجهات الجديدة ترجمة نانسي قنقر